لهذا أدعي الإعلاميين أن نطرح الحقيقة للمواطنين لا نخاف من الحقيقة بل نخاف من تقطية الحقيقة لا نريد للمواطنين أن يتفاجأوا بأن هناك حقيقة أخرى وبالتالي لا يؤمنون بالدولة ولا يؤمنون بالإعلام هذا خطر كبير يجب أن يكون إعلامنا وأن تكون صحفيين وكل وسائلنا التي تطلع على الناس هي مطابقة للحقيقة أنا لا أقول ليس كل ما يعرف يقال هذا صحيح ولكن لا نحكد شيء مخالف للحقيقة علينا أن نكسب ثقة الناس وثقة الشعوب في هذه المنطقة بهذا ننتصر هذا التلاحم الحقيقي الذي يحصل علينا أن نكون صادقين لا نريد لهذه المسافة بين الإعلام والدولة والمجتمع أن تزداد علينا أن نقلص هذه المسافة لأننا جميعا ينبغي أن نتجه باتجاه واحد وبهدف واحد تحقيق صالح هذه الأمة وصالح هذه الأمة لن يتحقق إلا بالصراحة وعلاج الأمراض التي موجودة في هذا المجتمع ترجمة نانسي قنقر